ما أعلم من الشيخ ناصر سلفيته وعلمه وفهمه للإسلام الشيخ ناصر الألباني تزاملنا في العمل وتجاورنا في السكن وتحاببنا في الله وأنا من أعرف الناس للشيخ ناصر على الرغم من أني رددت عليه وناقشته مناقشة قد تكون حادة في تلك الأيام أيام شدة ذلك لأنه أخطى علينا ولما رددت على الشيخ ناصر قلت ما قاله العلامة ابن القيم الشيخ إسماعيل الهروي عندما يناقش كتابه مدارج السالكين قال العلامة ابن القيم شيخ الإسلام حبيب والحق أحب إلينا في ذلك الوقت قلت هذا الكلام إن الشيخ ناصر حبيب والحق أحب إلينا رددت عليه بأسلوب فيه نوع من الشدة كل ذلك لا يزيل ما في نفسي من المحبة والتقدير للشيخ ناصر لأنه عالم محدث سلفي كل محدث سلفية يوجد عدد من المحدثين في العالم ليسوا بسلفيين ولم يستفيدوا من علم الحديث الذي يحفظونا ولكن الرجل أن الله عليه علم الحديث والسلفية لذلك نحبه في الله ومع ذلك نرد عليه إن أخطأ وهو يرد علينا إن أخطأنا هكذا أهل العلم كلنا راد مردود عليه كما قال الإمام مالك ترجمة نانسي قنقر